التعليم تقرر زيادة أعمال سنة الاربعين بالمئة وتلزم التلاميذ بالحضور للمدرسة بنسبة لا تقلعن ستين بالمئة ولا ينقل الطالب للصفة الأعلى إلا بعد اكتياز البرنامج الذي أعدته المدرسة ما التفاصيل هذه القرارات وكيف يتم توزيع درجات في الفصل الدراسي كل هذه التفاصيل وأكثر معنا في تقييم أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً وزارياً بشأن نظام الدراسة وتقويم في صفوف الابتدائية والإعدادية حيث شمل القرار تطبيق المناهج الدراسية المقررة على الصفين الأول والثاني الابتدائي للغة العربية واللغة الإنجليزية أيضاً ومتعددة التخصصات والتربية الدينية والتربية البدنية والصحية ورياضيات بمجمل 15 فترة وتكون مدة الفترة الدراسية 100 دقيقة كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زيادة درجة أعمال السنة الأربعين بالمئة من مجموع الطالب للحد من الغياب بالمدارس حيث يتم توزيعها على الحدور والموظبة والسلوك وامتحانات الشهر في صفوف النقل أما عن تفاصيل تقييم طلاب صفوف النقل من العام الدراسي القادم فنص القرار على أن يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثاني الابتدائي على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذة وذلك من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها التحريرية والشفاهية والمهارية بصورة شهرية ويتم احتساب متوسط درجات التلميذ في كل فصل دراسي وتكون درجة التقييم الشهرية 100 درجة ستقسم كتالي المهام التحريرية 20 درجة لكراسة الأداء الصفي ويدون بها التلميذة الممارسة الصفية اليومية وتقيم أسبوعيا 20 درجة للمهام التحريرية المنزلية وتقييم بشكل أسبوعية 20 درجة لتقييم الأسبوعي في صورة أسئلة قصيرة أما عن المهام الشفاهية فتكون من خلال تفاعل التلميذ مع المعلم داخل الحجرة الدراسية عن طريق ممارسة إلقاء الأسئلة والحوار والمناقشة ويتم تسجيلها بدفتر تحضير المعلم بشكل أسبوعية ويكون هناك مهام مهارية من خلال ممارسة التلميذ للمهارات الحياتية بشكل أسبوعي كاستخدام البزل في تكمين الأشكال الهندسية وتحديد الاتجاهات الغورفية ومهارات التواصل وعلاقة التلميذ بزملائه وهناك أيضا تقييم حضور الموظبة 5 درجات يتم تسجيلها بدفتر 5 سلوك بشكل منتظم ويلتزم المعلم بإعداد سجل يسجل فيه درجات كل تلميذ في هذه المهامة ويتضمن توقيع مواجه الصفوف الأولى ومدير المدرسة في نهاية كل فصل دراسية ويتسلم ولي الأمر تقريرا يعبر عن أداء التلميذ طوال تلك الفترة ويتم حفظ صورة منه في ملف التلميذ وذلك باستخدام الأداء المتدرج على نحو التالي يفوق التوقعات من 85% لمئة بالمئة يلبي التوقعات من 65% إلى 85% من 50% لأقل من 65% يعبر عنه باللون الأصفر أما أقل من المتوقع فيكون من 1% إلى 50% وشدد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه يجب حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين دراسيين وذلك لأداء المهام المظهورة ويجب على تلميذ اجتياز البرنامج كي يتم نقل للصف التالي ويكون ذلك تحت إشراق وتوجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية وعلى إدارة المدرسة إختار ولي الأمر بتقرير البرنامج العلاقية الخاص بالتلميذ ونجاح في الاجتياز من عدمه ويشارك معلم المواد الأساسية في تدريس المناهج والمقرارات الدراسية المذكورة كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر معلم النغة العربية والتربية الدينية وبالنسبة لمادة تكنولوجيا المعلومات فيتم الاستعانة في تدريسها بمعلم الحاسب الآلي أو التطوير التكنولوجي أما مادة المهارات المهنية فيقوم بتدريسها معلم المجالات والأنشطة مشاهدينا بذلك أن يكون قدمنا لحضرتكم مستجدات القرارات الهمة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والنسبة للحضور وأيضا كيف سيتم تقييم الطلاب في الصفوف نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء